أولا يا أخي القناة بين سبورت لا علاقتها بالسياسة ثانيا القناة معين من يعلق على النصف النهائي ذهاب وإياب من عشرين يوم حتى قبل التغريدة التاعي وقبل المقال التاعي القناة ما عنده علاقة بتغريداتي ومقالاتي هذه أمور خاصة وأنا اليوم عارف بأنه سأعلق أيضا على مباراة العودة على أهلي مع الوداة البيضاء فكل هذا الذي يثار هو أيضا مجرد لغط وكلام في كلام لا يحرك شعرة فينا على كل حال هذا ما كان وبعدين توجه القناة هو نحو تعيين معلقين محايدين من زمان يعني مش مليون من حوالي سنة توجهنا نحو تعليق المحايد فقط ما اعتقدش بأنه فيه محايدين لمباراة بين فريق مصري وفريق مغربي المحايدين الوحيدين هو جزائري وتونسي فما اعتقدش أنه فيه شخص تاني بس نعلق على ذهاب الزمالك ونعلق على عودة الأهلي على مباراة العودة على الأهلي عادي جدا وبعدين بالإضافة إلى كل هذا مباراة تلعب على أرضية الميدان وليس في الاستوديوهات ولا في ميكروفون المعلق مباراة تلعب على فوق أرضية الميدان من يريد أن يختفي وراء أي إخفاق فليبحث عن حجج أخرى بعيدا يعني عن الإعلاميين وبعيدا عن الجماهير وبعيدا عن كل هذه الأمور ترجمة نانسي قنقر